أهلا بحضراتكم حالة من الانهيار التام أصابت القطاع التعليمي داخل قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع كغيره من القطاعات الحيوية الأخرى التي عكف الاحتلال الإسرائيلي على تدميرها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أكدت استشهاد ثمانية آلاف وستمائة واثنين وسبعين طالبا وإصابة أربعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانين آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي أما عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة وحده فقد بلغ منذ بدء العدوان أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة واثنين وسبعين طالبا بينما أصيب أربعة عشر ألفا وتسعة وثمانون آخرون وفي الضفة الغربية استشهدوا أيضا مئة طالب فيما أصيب أربعمائة وأربعة وتسعون آخرون بالإضافة إلى اعتقال ثلاثمائة وتسعة وأربعين طالب التربية والتعليم العالي الفلسطينية أشارت أيضا إلى استشهاد أربعمائة وسبعة وتسعين معلما وإداريا وإصابة ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنين آخرين بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية مؤكد اعتقال أكثر من مائة وتسعة في الضفة الغربية فصول المأساة لم تتوقف عند هذا الحد فقد أعلنت التربية الفلسطينية أن ستمائة وعشرين ألف طالب في قطاع غزة لا يزالون محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء هذا العدوان بالإضافة إلى حرمان ثمانية وثمانين ألف طالب آخر فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية ويواجهون ظروفا صحية صعبة الأسمة التعليمية لم تتوقف عند هذا الحد فقد تعرضت ثلاثمائة وثلاث وخمسون مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات إلى جانب خمس وستين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا إلى القصف والتخريب في قطاع غزة كما تم استخدام مائة وثلاث وثلاثين مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في القطاع أما في الضفة الغربية فتعرضت سبع وخمسون مدرسة لاقتحام والتخريب من قبل قوات الاحتلال إذن لم يترك العدوان الإسرائيلي للبشر ولا الحجر إلا وقام باستهدافه بما في ذلك قطاع التعليم لإخراجه تماما عن الخدمة كغيره من القطاعات الحيوية الأخرى في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعب أعزل ترجمة نانسي قنقر